موسيقى مساء الخير مشاهدين العزاء و أهلا وسهلا فيكم و حلقة جديدة من برنامجكم صحتك بالدنيا موضوع حلقتنا اليوم هو سرطان الدم الحاد هناك العديد من أنواع السرطانات والمنتشرة قد تكون وهناك الكثير من الأخطاء التي قد ترتكب في التأخر في التشخيص في بعض الأحيان وهناك من قد يهمل في نفسه في عملية اللجوء إلى الخدمة الطبية أو المساعدة الطبية عند دويل اختصاص موضوعنا اليوم رح نناخش مع أخصائي أمراض الدم الدكتور خالد حلاحلي اللي بنقول له مساء الخير دكتور خالد مساء الورد أهلين دكتور خالد قبل ما نبلش مشاهدينا رح نشوف إحنا وإنتم تقرير صغير حول موضوعنا ومن ثم نعود إلى حوارنا معظيفنا داخل منطقة العظام يوجد نواء سفنجية تدعى النخاع العظمية الذي يمتج الخلايا الجذعية والخلايا الجذعية هي خلايا غير ناضجة يمكن أن تتطور إلى خلايا دم حمراء خلايا الضم البيضاء أو الخلايا اللينفاوية والصفائح الدموية سرطان الدم اللينفاوي الحاد هو عندما يبدأ النخاع العظمي بإنتاج خلايا لينفاوية غير طبيعية تتكاثر بسرعة وتزاحم الخلايا الطبيعية في الدم والنخاع العظمي بالإضافة إلى هذه الخلايا اللينفاوية الغير طبيعية في خلايا الدم يصبح النخاع العظمي غير قادر على إنتاج خلايا الطبيعية لأن تكون قادرة على مكافحة العدوى يمكن لخلايا سرطان الدم اللينفاوية أن تسافر في الدم وتنتشر إلى أعضاء أخرى في الجسم حيث يمكن أن تبدأ أورام إضافية بالذكور أما بالنسبة إلى الأعراض الأساسية لمرض سرطان الدم اللينفاوي فهي ارتفاع في درجة الحرارة التعب المستمر النزيف وسهولة انتفاخ الغدد اللينفاوية أما بالنسبة للعلاج فالعلاج الكيميائي هو أول طرق العلاج لمنال من الخلايا السرطانية والسماح للخلايا الطبيعية بالنمو الإشعاع بالعلاج البيولوجي وزراعة النخاع العظمي يمكن اللجوء له إذا كان العلاج الكيميائي غير ناجح سرطان الدم اللينفاوي هو أكثر سرطان شيوعا عند الأطفال الصغار وثمانين بالمئة يشفون منه مساء الخير دكتور خالد وإهلا وسهلا فيك مساء الخير يعني أجمل ما في موضوعنا لليوم هو طبعا مش موضوع جميل نتحدث عنه نعم ولكن أجمل في الموضوع أنه أنا بتحدث مع أصحاب الخبرة في هذا الموضوع اللي أعتقد أنه ممكن أنه إحنا نضيف قيمة لهذا الموضوع من خلال نقاشنا معك تور خالد في البداية خلينا أسألك يعني إيش سرطان الدم؟ يعني شو مفهومنا لسرطان الدم بشكل عام؟ سرطان الدم هو مرض من الأمراض التي سببها غير معروفة في معظم الأحيان تؤدي إلى زيادة وخلل في عملية تطور وتكثر الخلايا داخل النخاع العظمي إذن زيادة عدد الخلايا داخل النخاع العظمي يبدأ النمو العشوائي لسبب ما نحن نتحدث عن ذلك وهذا يؤدي إلى زيادة هذه الخلايا في نخاع العظم ومن ثم إلى ظهورها في الدم وفي بعض الأعضاء في الجسم يعني مثل السرطانات التي تصيب الأعضاء تقريبا لأنه نفس الشيء يعني هو تكاثر غير طبيعي لخلايا بشكل عام سرطان الدم يختلف عن سرطانات الأخرى الأساس لسرطان الدم هو الخلية النخاعية الموجودة بنخاع العظم المكون الأساسي المكون الأساسي إذن سرطان الدم هو الأساس من خلية نخاع العظم البدائية وهي يسموها لوكاميك استمساز نعم طيب في أنواع طبعا للسرطان الدم إحنا يعني موضوعنا سرطان الدم الحاد بس أكيد في أنواع أخرى يجب أنه إحنا نلفت انتباه المشاهدين لإله نعم إذا خدت تصنيفات سرطانات الدم بشكل عام حسب منظمة الصحة العالمية هناك عدة أنواع كثيرة لكن بصورة مختصرة حتى يسل على المشاهد فهم الموضوع هناك سرطانات دم مزمنة وهناك سرطانات دم حادة وحسب نوع الخلية أي خلية لنفوية بيضاء أو خلية مايولويدية ما يسمى ال-ALL أو ما يسمى ال-AML طب ما أنت يعني بنفرق ما بين الحاد والمزمن يعني هل سرطان الدم ممكن يعني أنا بفهم المزمن هو الفترة طويلة الإنسان يعيش معه هل يعني لأنه يعني سرطان الدم فعلا أنه الإنسان يعيش معه فترة طويلة وبالتالي يصير مزمن؟ نعم اليوم معظم سرطانات الدم وكل السرطانات العلاقة بمشاكل الدم اليوم نتحدث عن عملية الشفاء منها حتى حتى لو كانت حادة أو مزمنة نتحدث عن عملية شفاء ونسبة شفاء كبيرة كيف ممكن نفرق ما بين الحاد وبين المزمن هي بالأعراض المرضية والفحوصات المخبرية وبنوع التغير الكروموسومي الذي ينتج عنه هذا المرض نعم بس دكتور خالد يعني إحنا بنعرف أنه يعني الناس كلها بتعرف أنه سرطان الدم يعني تزدف يعني عادة الموت هذا الحديث كان بـ 1950 اليوم إحنا بـ 2015 الموضوع كل يتغير كنا نتحدث عن 90% من المرضى يتوفوا اليوم نتحدث عن 90% شفاء من هذا المرض المعايير اختلفت وطرق التشخيص اختلفت وطرق العلاج اختلفت ونسبة الشفاء من ذلك المرض أكيد يعني صارت أعلى طبعا ارتفاع أو تحسن الأدوات التشخيصية ووجود الناس المتخصصين في هذا المجال أعطى فرصة للمرضى أنهم يأخذوا فرصة بالحياة بشكل أفضل نعم أنا أذكر ببلدنا بفلسطين فعلا عندما يذكر سرطان دم يعني ذلك النهاية إلى المريض اليوم لا نذكر سرطان الدم ونبدأ بالحديث مع المريض مع نسبة الشفاء مع عملية التشخيص ونسبة الشفاء العالية من ذلك المرض وخاصة مع تقدم البروتوكولات العلاجية بالعالم ودخول الأدوية البيولوجية ومن ثم قضية زراعة النخاع الذاتية وغير الذاتية من القريب وغير القريب المطابق جينيا نعم طيب لما نقول سرطان الدم الحاد أكيد في له أسباب يعني في ناس فئة معينة قد تصاب وأخرين قد لا يصابوا ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ظهور حتى أحكي عن الأسباب التي قد تؤدي إلى سرطان الدم بشكل عام وسرطان الدم الحاد بشكل خاص في معظم الأحيان غير معروفة السبب وللأسف نقف مكتوفي الأيدي أمام المريض بالجواب على ذلك السؤال لكن هناك بعض العوامل التي تدل على أن ذلك المريض لديه احتمالية أو فرصة للإصابة بذلك السرطان أكبر من المطابق له بالعمر والنمو مثل شو يعني؟ يعني إذا كان مثلا المريض لديه سرطان وعولج من ذلك السرطان بلحظة من اللحظة إن كان سرطان يعني الثاني ومسيئة لاهو علاقة بالدم أو ليست له علاقة بالدم هذا ذلك المريض يوجد لديه فرصة أعلى من الذي ليس لديه سرطان ولم يعالج من سرطان الدم الحاد من قبل مثلا اللي جي التاني إذا وجد أي شخص بالعائلة قريب من مرحلة أولى أخ أو أخت مصاب بسرطان الدم إلا أخ طبعا لديه ثلاثة لأربع أضعاف فرصة بالإصابة فرصة أن أتحدث وليس ضرورية وليس ضروري إصعيح الإصابة بسرطان يعني تاريخ العائلي نعم تاريخ العائلي ومن ثم في بعض العائلات هناك تغيرات جينية معروفة في طفل أو طفلين أو ثلاثة بالعائلة مثل دان سندرون بالأطفال نعم هذولا لديهم فرصة للإصابة وفرصة أكبر للإصابة بسرطان الدم ومن ثم هنا نتحدث عن الأمور العلاجية والعلاجات الكيموية والإشعاعية والبيولوجية وقضية زراعة النخوة أو العلاج لأورام أخرى قد تؤدي لتغيرات بخلايا نخاع العظم ومن ثم وجود هبوط نخاع العظم ومن ثم التحول إلى سرطان دم العاد عادة ما يلويدي أكثر منها بس دكتور خالد لوحظ الملاحظ أنه إصابة المريض بسرطان الدم الحاد يعني عادة بتلاحظ أنه يصاب في الأطفال الشباب في مختبل العمر يعني فيه أكيد وراء الموضوع هذا إشي يكمن ما خلف هذا الإصابة المبكرة يعني أنا أود الحديث بشكل عام بالعالم لماذا أنت بسألني سؤال لماذا هاي النوع من التسرطان بإزدياد نعم للتطور البيئي للتطور العيشي بالحياة للطرق الحياتية التي نسلكها ونعيشها قضية التغذية تدخل هون العوامل البيئية مهمة جدا ومن ثم قضية العلاجات من الأورام الأخرى التي قد تصيب الإنسان ومن ثم تعطيه فرصة للحياة نحكي عن خمس سنين وعشر سنين وعشرين سنة يكون لديه فرصة للإصابة بسرطان الدم مرة أخرى ونلاحظ هناك مريض لديه ورم مثلا بالقلون مثلا أو بالمعدة أو بالرع بعد عشر سنين خمسة عشر سنة تم الشفاء منه ممكن يتم تغير بنخاء العظم ويحصل لديه سنة أنا أقصد أنه الشباب يعني أنا بلاحظ أنه عنصر الشباب في ازدياد بالإصابة نعم يعني كبار السن بيصابه في اللوكي طبعا هنا يعتمد على نوع سرطان الدم الحاد الذي قد يسيد يعني إذا أحكينا بالنسبة أول شيء كلما زاد العمر كلما كان هناك فرصة للإصابة بسرطان الدم هذه واحدة فعلى الملحك دائما اللي عمره أكثر من خمسين سنة لديه فرصة أكبر بالإصابة بسرطان الدم أو اللي عمره سبعين سنة لديه أكبر فرصة بالإصابة بسرطان الدم لا أريد التحدث عن النوع من الإنسان الذي عمره مثلا 20-25 سنة مثلا وهذا عملية قضية التطور وقضية الإيجنج بالحياة ومن ثم تدخل الأمور البيئية بشكل عامل العوامل البيئية المختلفة التي حولنا لا ينقصنا بفلسطين هذه العوامل البيئية موجودة في كل مكان في كل مدينة وفي كل قرية إذا ودوا تحدث عن الحديث عن فلسطين طب إيش يعني منيحكي عن أمور بيئية يعني خلينا برضو نحط النقاط على الحروب طلع يعني اليوم لا يوجد لدينا بعض الدراسات لكن ليست دراسات كافية وكبيرة يعني استخدام مثلا في الحروب اللي كانت بعض استخدام الاستخدام للقنابل العنقودية واستخدام الأسلحة الفسفور والفسفور لا شك لا شك وهذا لوحظ وهذا لوحظ في قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة والتي قبلها في 2014 لوحظة زيادة في تشغيص عدد حالات سرطانات الدم وهبوط في نخاع العظم فهذا لوحظة في بلادنا وهذا كله يعني سببه اللي هو قضية التغير أو قضية التعرض للأسلحة الكيموية أو الفسفور التي ليست لدينا ليست لدينا علم شان حتى علم فيها ولا خبرة فيها نعم بتاتا المريض بالجيك مصاب بسرطان زيادة بعدد السرطانات زيادة عدد السرطانات بالعمر الصغير هذا يتعارض أكثر مع مع المعلومات الموجودة لدى الغرب أو في أوروبا مع التحفظ على نوع السرطان الذي يصبه الإنسان بالنسبة لعمره نعم طيب هل في أنواع لسرطان الدم الحاد؟ هل في أنواع يعني حسب التصنيف؟ نعم سرطان الدم الحاد زي ما ذكرت ببداية الحديث هناك نوعين من سرطان الدم الحاد نعم حسب نوع الخليل نعم اليوم نحن بوضع أفضل بكثير من قبل خمس سنين ومن قبل عشر سنين وأنا كمان أود أن أطمنك وأطمن الجمهور نحن بفلسطين نحن أفضل من قبل خمسة عشر سنين وخمسة عشر سنة من ناحية التشخيص ومن ناحية تحديد نوع سرطان الدم الموجود لدى المريض وهذا يعتمد على وجود الفحوصات المخبرية والدقيقة والفحوصات الكروموسومات التي تحدد بالضبط ما نوع الخلية التي يوجد لديها خلل ونحدد ما نوع العلاج لا ومش بس هك نحدد فترة العلاج ومن ثم نعطي المريض حسب الدراسات المنتشرة والمنشورة بالمجالات العلمية من الغرب ومن أوروبا لدينا بعض الدراسات لكن صغيرة وقليلة نعطيه نسبة الشفاء ومن ثم فرصة هذا المريض أن يتم بعمل الشفاء بعد عشر سنين وخمسة عشر سنة وحتى بعد عشرين سنة فهو أنت ممكن تتحدث مع المريض بصورة واضحة أنك أنت مشخص بسرطان الدم لكن لديك فرصة شفاء عالية أنك لازم تتعب حتى نوصل لها ومن ثم تعود إلى حياتك الطبيعية قبل المرض طبعا مشاهدينا دكتور خالد وضح شغلة مهمة جدا بأن سرطان الدم هو قد يكون مجهول السبب قد يصيب الإنسان في أي عمر ولكن مع ازدياد العمر أو تقدم العمر تزيد نسبة أو فرصة الإصابة بهذا المرض ولكن هناك بعض العوامل نرجع ونأكد عشان اللي ما سمعوناش أو ما فيهموش علينا نأكد عليهم بأنه هناك عوامل مساعدة وليس بالضرورة أن تكون عوامل جزمية يعني بالقطع والجزم أنه الإنسان يصاب فيها مثل وجود أحد أفراد أو تاريخ عائلة للإصابة بالمرض وجود بعض السرطانات السابقة وجود بعض العوامل البيئية هذا كله عوامل مساعدة ولكن إلى الآن إحنا دائما بنقول في الطب عشان نعالج أي شيء ونوجد له حلول لازم نحط إدينا على السبب للأسف إلى الآن لم لا يوجد سبب واضح يأكدنا على هذا الموضوع طبعا مشاهدينا بإمكانكم الاتصال والتواصل معنا من خلال أرقام هواتف لسيدو اللي رح تظهر أمامكم على الشاشة أو الآن ظاهرة أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك طبعا صحتك بالدنيا دكتور خالد عادة من يصاب أكثر بسرطان الدم الرجال أو النساء الإناث أو الذكور بالنسبة للجنس هو الفرصة المتساوية نعم لكن موضوع عملية الإصابة بأي نوع من سرطان الدم له علاقة بالعمر كما ذكرت بالتقرير هناك فرصة للإصابة لدى الأطفال بسرطان الدم الحاد اللينفاوي أكثر من سرطان الدم الحاد المايلودي مع أن الكبار بالعمر يكون لديهم الإصابة أو نسبة للإصابة بسرطان الدم المايلودي أكثر من سرطان الدم المنفاوي من فيهم أسوأ من الثاني هو كله سرطان الدم المايلودي أكثر أكثر خطورة أكثر خطورة سرطان الدم المايلودي اللي يسموه AML لكن هون لا أريد أن أتحدث عن AML أو ALL هون أريد أن أتحدث عن وجود فحوصات مخبرية كروموسومات تحدد النوع ونسبة الشفاء وطرق العلاج ومدة العلاج اليوم عملية النظر تحت الميكروسكوب على الشريحة لا يكفي بتاتا عملية عمل عينة من نخاء العظم وعدم عمل هذه الفحوصات غير كافية نحن نحكي بالتشخيص ولكن عشان نوضح للأستاذ المشاهدين بأنه إحنا بنقول ميلودي أو لينفومي بناء على نوع الخلية وتركيبتها نعم بس برجع وبأكد على أنه هذا هي عبارة عن التركيبات الأساسية الموجودة في خلايا الدم ومن هون تنطلق التسمي الأطفال يصابوا عادة بشكل مبكر وتظهر علامات قد تكون عندهم واضحة أو أحيانا غير واضحة الكبار قد يكون العلامات أوضح بحكم أنه بقدر يحدد إيش الظواهر الموجودة عنده شو الأعراض اللي ممكن الإنسان يشك لا سمح الله بأنه عنده لأنه إحنا دائما بنقول في الطب بشكل عام مش بس في السرطانات التشخيص المبكر يعني علاج مبكر يعني نتيجة أفضل هي اللي حتى أطمني الجميع سرطان الدم الحاد لا ينتظر كثيرا بما معنى الأعراض تظهر سريعا خلال أسبوع أسبوعين بالأكثر الأعراض المرضية لسرطان الدم الحاد لا تنتظر أكثر من ذلك بالأطفال أنا لست أخصائي أطفال لكن بالأطفال معظم الحالات يوجد خلل من ناحة ارتفاع بدرجة الحرارة عدم زيادة الوزن عدم قلة الرضاعة وجود تضخمات عقد لنفاوية في أجزاء مختلفة من الجسم أو أي تغيرات بفحص الدم الطبيعي العادي لدى الطفل صحيح أي فحص الدوري يبين إذن وجود تغير بفحص الدم ممكن أن يبدأ بتغير بفحص الدم ومن ثم ينتهي بسرطان الدم سنرجع ونحكي على الأعراض بشكل مفصل ولكن دعونا نأخذ أول اتصال معنا جمال من رمالة مساء الخير يا جمال مساء الخير يا جمال مساء الورد أخوي جمال تفضل سؤالة ده أسأل بالنسبة يعني المرض سرطان الدم وخاصة لبصيب الأطفال الحديثي يعني الصغار سن يعني بيكون عنده أشهر أو سنة أو أقل نعم والعيب عندنا أنا اللي بشوفه عندنا هنا بس ترفعي عندنا صوتك لو سمحت أو شباب أعطينا صوت والله فلس دي شو المشكلة اللي عندنا في البلد اللي هو سمعني نعم سامعك سامعك تفضل آه العيب اللي عندنا موجود اللي هو التأخر في الكشف عن المرض تأخر في الكشف صحيح هذا واحد نعم اثنين طريقة العلاج عندنا برضه يعني الدكتور بيبشر بيقول أنه عندنا بفلسطين يختلف وكذا لكن طريقة العلاج أهوة ما شفت يعني أنا وخصوصا لما صير الطفل ياخد كيماوي وبيجي بجمعوهم في مثلا لما أنني يدم يأكلوا لازم يأكلوا يأكلوا يطلعوهم بره في الصالة يأكل طب الطفل هانوه بيكون عنده درجة المناعة السفر نعم فلما يطلعوه بره طبيعي جدا انقضع الطفل يعني أنا قبل أصدقيا أنه إحنا لسه موصلناش ل خلينا نقول للإشي الأيديال أو المثالي في علاج هذه الحالات كويس يعني أنا مثلا توفى لإبني قبل 4 سنين نعم وجدت معظم الأطفال اللي كانوا موجودين معها كلهم يتوفوا نعم طيب إيش تعليقك بهذا الموضوع عشان معنى تلفونات أنا أعتذر من حضرتك يا أستاذ جمال تعليقي إنه يعني تكون عناية أكثر طرق الكشف أسرع 100% كلاما يعني مش إن الطفل أو ينكشأ لما يروح راجع دكتور بعد ما يصل مرحلة ثالثة حتى يكشفه نعم أشكرك يا أستاذ جمال على مداخلتك وعلى حكيك أنا راح أستوقف الدكتور خالد في هذا الموضوع ونحكي فيهم أم أحمد معنا بس كمان تلفون أم أحمد من غزة مساء الخير يسعد مساكي أعطيك العافية يسعد مساكي يا أختي لو سمحت بدي أنا وهل الطبيب أنا كان عندي طفل توصالة نعم على عمر تنتين كان عنده ورم دماغي نعم صنفوه وشخصوه الأطباء إنه بين ديموما بين ديموما فمفيش بعد ثلاث شهور مباشرة اكتشفت برضو ورم دماغي عند ابني الأكبر بنيالو بلاستوما ماذا تشخيص لو سمحت ابنيالو بلاستوما ابنيالو بلاستوما ابنيالو بلاستوما صحيح فابني عملوا له عملية الحمد الله واشتثوا له الكتلة من رأسه نعم وتلقى علاج إشعاعي وكيميائي وعمل زراعة نخالاتي وهو الآن الحمد الله صار له تقريبا سنتين مخلص العلاج أو يعني في تقريبا في نهاية السنة يعني أخذ أخذ جرعات من الأشعة أخذ أشعة وأخذ كيميائي وأربع وان سؤالك أختي فبدي أنا أول شغلة أتطمن إنه هل إنه تنتين نخلص المرض مع إنه أيام إنه ما شخصوله يا إنه كان جريد هاي ريسك حكوا الأطباء فإنه إن شاء الله يعني هو هلأ إنه تشفي منه تماما نتعافى يا ست إن شاء الله يا رب يكون تشفي منه تماما نتمنى له السلامة والصحة يا رب في شغلة تانية معلش بدي أطبا بس لو سمعت عشان الوقت الله يخليك في شغلة تانية بس إنه هل بدي أعرف الفرق يعني إنه في مخاطر لصورة البيت سي تي البيت سي آه ومن الأكثر أمانا هي ولا الإمار آي لأنه في أحيانا الأطباء بيشخصولوا هاد وأطباء تانيين بيختلفوا إنه لازموا هاي رح نجاوبك رح نجاوبك يعني أكيد كل واحدة إلها إلى خصوصية وبالتالي كل مرة بيطلبوا إشي مختلف عن التاني ألف سلامة لإبنك ومعنا كمان اتصال عماد من الخليل مساء الخير مساء الخير مساء الخير إليك وإلى الدكتور خالد أهلا وسهلا فيك يعطيك العافية يعافيك أنا عندي طفل أصيب من مرض سي ام ال نوعا مع سلطان يعني نعم فعليا هو ماشي على إقليفك يعني دوا بعطوا بيس إقليفك في مستشفى بيت جال الحكومة ديش عمره؟ هو كان معان مرض 12 ثاني وحاليا عمره 15 ثاني ونصف نعم هو ماشي على إقليفك فطلبوا له دوا اسمه تثقنا بس هذا مش موجود في مستودعات وزارة الصحة نعم نسأل يعني هل مثلا إقليفك إلو أعراض في المستقبل أو إشي بالنسبة للطفل؟ يعني هم طلبوا يضيفوا الدوا التاني على الطريق؟ يعني هذا الدوا كان في وفد طبي أمريكي جاي على مستشفى بيت جاله واستدعونا أنا والطفل نعم وقالوا الدوا هذا يعني أثبت نجاعته في أمريكا بس عشان نغالي أنا علبته بما يعادل 15.000 دولار السلطة مش جايبيته أو جابته لناس أو ما بعرفش يعني قالوا بيحل 95% من مشاكة الطفل نعم تثقنا هذا بس هو حاليا ماشي على إقليفك يعني ماشي يعني بس بدا سأل إنه إلو هالأعراض في المستقبل إقليفك أو زراعة نخاعة أو إشي بالنسبة للطفل؟ يعني عنده CML يعني هذه حالة نادرة بتبروح فضل ممكن أسألك أخي عماد سؤال فضل نعم الاستجابة على الدواء الأول لإقليفك ممتازة يعني وصل لشفاء كامل؟ هو لعقاية الوقت التالى وضع مستقر يعني بيسوي له الفحوصات وكل شي يعني دمه كويس بحدود 12 و 4 الصفاء عنده لاحقين الصفاء عنده ما يعادل 2.400.000 لحتى الآن 2.000.000 لا أهلا هنا رجعنا 350 يعني الواضع مستقر راح نجوبك إن شاء الله شكرا جزيلا لإتصالك أخي عماد و ألف سلام يا رب دكتور خالد لما كنت قبل شوي بحكي أنا عن الأطفال لأنه هاي ظاهرة منتشرة يعني في صغار السن يعني منتشرة والدليل على هيك الاتصالات اللي أجتنا بأنه الكل يسأل على موضوع الأطفال بالنسبة لأخونا جمال بحكي عن شغلة مهمة جدا و كنا تحدثنا فيها بس خلينا نستوقف كم مرة التأخر في الكشف إيش منقدر إحنا نقول للناس و برضو يعني الطفل هو في بيته و الدكتور مش راح يعني يكشف الحالي شو يعني برأيك فيه أشياء ممكن إنه إحنا أنا برأي قضية عملية التأخر أنا أحكيت لقضية تشخيص سرطان الدم الحاد لا ينتظر كثيرا إن كان عند الأطفال أو إن كان عند الكبار السن إذن خلال أسبوعين يجب أن تكون هناك أعراض و يجب أن يكون هناك تغير حتى بفحص الدم هذه نقطة والنقطة الثانية لا تصور أي طفل مريض يجب عليه التواجه إلى الطبيب وأنا هون أريد أن أتحدث لازم نعمل فحوصات لمرضانة قضية أنك تفحص المريض بدون تعمله فحوصات مخبارية و شغلات سنب البسيطة صح الدم نعم فحص الدم البسيط جدا إذن مريض لديه سرطان دم حاد يجب أن يكون هناك لديه التغيرات لكن كمان هناك في بعض الحالات تنظر إلى فحص الدم طبيعي 100% مع بعض التغيرات البسيطة التي لا يمكن أن ألاحظها إلا طبيب الإختصاصي طبيب الإختصاصي إما باطنية أو حتى إخصائها مرض الدم أكثر و من هون تلزم عملية عمل شريحة مخبارية بسيطة جدا و النظر لديه تحت الميكروسكوب هذه تساعد في عملية التسريع في التشخيص و من ثم أنا ابن هالبلد اللي أنا بحكيه يوجد هناك تأخر من قبل الأهل في التوجه إلى الخطة الطبيعي مع أني لا ألوم يعني 100% الأهل لكن هناك كمان ممكن نحن كمان كأطبائي كنا سبب هذا الموضوع لكن التوجه إلى الطبيب و عمل الفحصات المخبرية هي التي يمكن أن تساعد في عملية الكشف المذكر عن المرض طبعا أنا راح أعلق على أسئلة أخوه يا جمال ولكن بس خلينا ناخد اتصال جديد نشر خلي الناس على التليفون دكتور خالد معنا علي من نابلس مساء الخير أهلا أخي مساء الورد يسعد مساك أهلا أخي إسمان خليكم أندي كشفة هنية تفضل أخي علي عندي أكياس دهنية في الدهنية أكياس دهنية عندك في جسمك ماشي ألف سلامي لأي لك يا أخي علي أنا بالعودة إلى موضوع أخوي جمال يعني أنا بأكد على أنه يعني دائما إحنا بالذات في الأطفال بنقول طبييا يجب مراجعة الطبيب بشكل دوري و منتظم خلال الثاني الأولى من العمر لعدة أسباب السبب الأول لنلاحظ تطور الطفل يعني أقل شيء لازم أو شهريا لازم الطبيب يمر على طبيب الأطفال من أجل الفحص الدوري مش عشان السرطان انسى موضوع السرطان عشان نشوف الوزن نشوف الرضاعة نشوف تطور الطفل نشوف تطوره الفيسيولوجي والنمو العضلي ونشوف عقله كيف بتطور العصابه كيف بتطور كل هذا ما رح يعني ما نستنى على الطفل لما يمرض عشان نروح على الطبيب أحياناً أحياناً زي ما تفضل الدكتور خالد يجب أنه مش أحياناً لازم كمان كل شهر الطبيب بيعمل مجموعة من الفحوصات لما بنراجع بشكل دوري وبنعمله الفحص الدم العادس البسيط جداً قد نكتشف حالات مش شرط كل الحالات ولكن قد نقلل من حالات التأخر في التشخيص هي أول شغلة شغلة الثانية بالنسبة لطريقة العلاج مش رح أخلي دكتور خالد يحكي لأنه قد تكون يعني شهادته مجروحة بحكم أنه بيشتغل في المهني لا إحنا عملنا نقلة نوعية في فلسطين لا شك أنه إحنا بحاجة إلى نقلات أخرى وبحاجة إلى تطور في هذا المجال وبحاجة إلى دعم من هون أنا بوجه رسالي وأتوقع أنه طبعاً السيد الرئيس أعطى أوامر بإنشاء مركز لمعالجة السرطان في الضفة الغربية وقطاع غزة وأعتقد أنه رح يكون مركزه في رمالله هاي بداية عنا كوادر طبية عنا إمكانيات ولكن لم تتوالف هاي الكوادر الطبية والإمكانيات مع بعض بقرار السيد الرئيس أعتقد أنه هون إحنا بلشنا نفكر بشكل إيجابي أتمنى أن لا يبقى القرار حبر على ورق فبالتالي أكيد إحنا لسه بدنا بدنا كتير بس أكيد أحسن من قبل 15 سنة زي ما حكى الدكتور خالد بالنسبة لأختنا أم أحمد كانت تسأل عن طفل توفى نتيجة ورم دماغي ومن ثم الأخ الآخر تبين فيه عنده ورم تم استقصاله وأخذ مجموعة من العلاجات والأشعاب برأيها بتسأل هل ممكن أن يتخلص الطفل هذا من البلاسلومة الموفرة عبور مرور سنتين بعد زراعة النخاع الذاتية لمثل ذلك المرض هذا تطمن تطمن المريض بأن المريض وصل إلى مرحلة شفاء كاملة لكن يلزمه المتابعة لفترة معينة لا تقل عن خمس سنوات يجب مراجعة الطبيبها طبعا كل شهرين إلى ثلاث شهر يعني دكتور خالد هنحنا بنرجع بنقول لا يعني أنه الإنسان شي في أنه مش لازم يرجع الطبيب وبشكل دوري وما تستنى برضو أنه تصير انتكاسي لا لازم بشكل دوري نعم قدر الإمكان نحاول أن هنا يعتمع على النظام الصحي في البلد الذي يعيش فيها المريض نعم يعني بدول أوروبا وبأمريكا المريض مجرد أن أنهى علاجه ووصل إلى مرحلة شفاء ولا يأخذ أي علاجات كيموية أو بيولوجية يتم تحويل المريض إلى الرعاية الصحية الأولية لكن لدينا بفلسطين نعم هناك بعض المرضى يتم تحمل إلى الرعاية الصحية الأولية لكن معظم المرضى يتم متابعتهم من قبل أخصائي الأورام ومن هما تأتي عملية الدور الطويل بالمستشفيات الحكومية عدد المرضى زيادة بالعيادة صحيح لأن نصف المرضى متابعة والإمكانيات قليلة والإمكانيات قليلة لا شك الإمكانيات قليلة أنا ما بحب يعني أنه إحنا زي النعام ندفر رأسنا في الرمل لا إمكانياتنا في وزارة في فلسطين إلى الآن وأنا عشان هيك كنت كتير مبسوط من قرار السيد الرئيس بأنه البدء بإنشاء مركز سرطان هذا مبشر دكتور مبشر جدا طبعا وخصوصا أنه عندنا كوادر طبية حتى يكون المركز الأول بفلسطين أنا يعني لنأخذ تجربة مركز الحسين للسرطان بالأردن بدأ بفكرة مثل فكرة سيادة الرئيس نفس الشيء اليوم هو يعتبر من المراكز العالمية بالشرق الأوسط بالعالمية والشرق الأوسط بس لدينا مشكلة برضو دكتور خالد أنه إحنا أحيانا ما نكون عجولين شوي تأتي بعض من غير إحنا ما نخوض في التفاصيل تأتي بعض المراكز الطبيب تقول لك أنا بعالج السرطان وبتبلش تستقبل الناس والناس بتبلش تموت وترتفع عدد الموت نتيجة المرض هذا نتيجة قد يكون قلة الكادر قلة الخبرة أعتقد أنه إحنا بحاجة إلى خطة يعني خلينا نقول خمسية أو نقول استراتيجية بحاجة أنه إحنا نخطو خطوات يعني أنا إذا بدأت أطلع الدرجة بدأت من أول درجة إلى آخر درجة بدأت أعرى سواء نكسر هون أنا دائما بتحدث وبحكي بقضية وطع الخطة الاستراتيجية لعلاج مرض أو أمراض الأمراض السرطانية بفلسطين اللي هي بتأخذ أكثر من خمسية بالمئة من غزيمة وزارة الساحة الفلسطينية يعني بسوى وضع خطة يعني نسمع أن هناك خطة استراتيجية لعلاج مرض السرطان بفلسطين نتحدث عن مستشفى هنا ولا ذلك نتحدث عن موجود علاجات هنا وهناك لكن لحتى الآن لا يوجد خطة استراتيجية ماذا سيحدث بعد سنة؟ ماذا لدينا بعد خمس سنين؟ خمس سنين بسوء لا يوجد استراتيجية واضحة وأنا يعني كنت بالنسبة يعني الفكرة ما مكفيش أقول أنا بدي أقدم خدمي أفتح باب هالدكاني وأقول يلا تعالوا لنعالجكم هي ليست دم نعم بالذات سرطان الدم نعم بالذات سرطان الدم والحاجة لخبرات اللي أنا بتحدث عنها سرطان الدم لازم يكون أو يتم علاجها بمركز متخصص مؤهل مؤهل وجود جميع الفحوصات المخبرية ووجود العلاجات اللازمة ومن ثم وجود كل الاختصاصيين حوالي من جراحة ومن بطنية ومن أمراض تنفسية ومن أمراض معدية ومن وجود مضادات حيوية وعلاجات كل الأمور يجب أن تكون في مكان واحد يعني أنا راح أضرب لك مثال يعني مريض يعالج بسرطان الدم براملة أنا راح أضرب مثال لراملة بمستشفى راملة يعالج سرطان الدم ومن ثم يتم تحويله لعمل خزعة نخاع بمستشفى X ومن ثم يتم تحويله لأخذ علاج في مستشفى Z ومن ثم يتم تحويله لعمل مطابقة إذا لازم إزرعة نخاع في مختبر X إذن هناك تجزئة في العمل لدينا عقول لدينا خبرات لدينا مختبرات لدينا علاجات لكن يجب وضع الأمور كلها مع ب finite كلها مع بعضيها حتى يتم ويكون لدينا هنا أنا أذكر الأخ جمال هذا ما ينقصنا في فلسطين هذا ما ينقصنا لكن يوجد لدينا علاجات ويمكانيات وأقول لك أننا اليوم لدينا مراكز فعلا التي تستقبل المرضى ويتم علاج المرضى وهذا الحديث ليس حديثا من عشر سنين ومن نستقبل المرضى سرطانات الدم الحاد ونحن أول من بدأ بعلاجات هذه الأمراض لأن كل مرضانة كانوا ينحطوا بالباس ويتودوا لإسرائيل نقطة يعني أنا هنا كمان بأذكر أنه كان عندنا مستشفى المطلعة وهو مستشفى وطني في القدس وكان من أول المستشفيات اللي بدأت باستقبال حالات السرطان الأختي مأحمد عشان ما نطولش تسأل مال يعني إيش وين الأخطر وين المشكلة ليش دائما مرة بطل وبتسكان ومن رأي ما رأي شو رأيك؟ هنا يعتبد حسب المرض هناك بعض الأمراض إذا كان هناك ورم للدماغ لا يجدي عمل بيتسيت سكان لأنه هي كيك بيدول لأنه نسبة لغلوكوز بالدماغ بالخلايا الدماغية عالية لا يجدي هنا يجب عمل إماراي بس إذا المريض كان عنده ورم لنفاوي هوتشكن أو نون هوتشكن مثلا هنا يجب عمل بيتسيت سكان يعني إذا حسب المرض لكن كما دعر الإماراي لا يوجد مادة سبع المعطي مادة بيسموها قدلينوم لأقل ضرر من المادة التي تعطى بالبيتسيت سكان المادة التي نعطيها هي مش كونترست زي ما بنعمل صورة طبقية أي نسبة الإشعاء أو الأيضان قليلة جدا بالنسبة لأخونا عماد كم يسأل عن العلاجات المتوفرة الآن في البلد وما فرصة أعمال زراعة نخاع لابنه بتشخيص مرض سرطان الدم المزمن اللي بسموه سي أميل يعني قبل نتحدث عن قبل 15 سنة كنا نتحدث عن كل مريض يشخص بسي أميل يجب عملية زراعة نخاع من قريب أو من غير قريب مطابق جيني لكن في الوقت الحالي لدينا خمس أنواع من الأدوية التي تعمل على وقف نمو هذه الخلايا بوقف انقسام الخلايا والتغير الكروموسومي في ذلك منها الأدوية اللي هو بيأخذها والإجليفك اللي بيأخذها أنا برعي لازم نفهم ليش بدون يحولوا على تسجنة بدام المريض عنده بيأخذ إجليفك وما عنده أعراض جانبية سيئة للإجليفك وعنده شفاء كامل على مستوى الكروموسوم أنا بركز على مستوى الPCR إذن هذا الكروموسوم غير موجود يجب الاستمرارية في أخذ الإجليفك وعنده تغيير العلاج إجداء على تغيير العلاج أنا برأيي التسجنة حسب الدراسات اليوم إذا اليوم إحنا حسب القايدلاينز بالعالم بأوروبا وبأمريكا منعطي هذه الأدوية الجديدة التسجنة أو الاسبرايس الدواء تاني إذا المريض بيسموه انترميديات توهايرس أو حتى هايرس وهذه كما سيطبق في القايدلاينز أو الموجودة عندنا بفلسطين إن المرضى هذول يجب أن يتم علاجهم بالتسجنة أو الدواء التاني اللي بيسموه باسموكرايسل نعم مكلف إذا ردت الحديث عن التكلفة نعم هو علاج التسجنة أنا تحدثت مع الشيك وأنا مهتم وأنا بصدد نشر بحث بحوال 150 مريض عن مرضى السيميل بالبلد طبعا كبار السن أكثر من الأطفال إذا ردنا الحديث عن التكلفة بشكل خاص التسجنة والقليفك اليوم في عنا إشي بيسموه جينيريك القليفك اليوم القليفك صفى بسعر رخيص لكن اليوم الشركة المصنعة اللي دواء التسجنة تحدثت مع وزارة الساحة الفلسطينية إذن بيحضار دواء التسجنة وبيحضار دواء القليفك والسعر واحد إذن هناك بعض المرضى يجب إعطاؤهم تسجنة إذا كانوا هاي ريسك حسب معايير معينة وهناك بعض المرضى يستمر بعلاج القليفك إذا كان بشفاء كامل على مستوى الكروموسول هل في مجال لزراعة نخاع عنده هذا الطفل إذا كان فيه نتحدث عن زراعة نخاع في برد السيميل وحتى بالأطفال بعد عدم استجابة المريض على ثلاث أنواع من العلاجات يعني قليفك تسجنة سبرايسل واليوم في دواء رابع يسمونه بوناتنب يعني نعطي فرصة نعطي فرصة نعطي فرصة وبالتالي ابنه هو في عنده استجابة ما في جداء أنا برأيي إذا كان هناك استجابة والشفاء كامل على مستوى فحص الPCR لا يجب تغيير الدواء وهنا يجب الحديث عن عملية هل يمكن قطع هذا الدواء أو عدم إعطاء للطفل ولا لا لأن اليوم في دراسات بتحكي عن قضية أنك ما تعطي المريض أو توقف الدواء في حال شفاء المريض بسنتين بعد سنتين من العلاج أو خنقول الPCR سالب سنتين كاملات مستقر ممكن الحديث على عملية توقف أو توقيف العلاج للمريض بالنسبة لأخونا علي عشان ما ننساش سؤاله بالنسبة لأكياس الدهنية الأكياس الدهنية ليست لها أي علاقة بالسرطانات يمكنك مراجعة أي طبيب جراحة عامة والنظر في إمكانية استئصال إذا كانت مديقاك عمل لك مشكلة هذه الأكياس وعملياتها بسيطة جدا ولا تحتمل الوقت كثير جدا ولكن برجع وبأكد لأي لك ولكن لكل الإخوة المشاهدين أكياس الدهنية شيء والسرطانات شيء مختلف تماما دكتور خالد بالنسبة لأعراض كنا قد تحدثنا بخصوص الأعراض هي أعراض تتشابه بكثير من الأمور حتى مع الفلونزا يعني ما تقول لي حمى وقشعريرة وبعرف كله يعني زي بحق نعم الأعراض المرضية لدى المريض تختلف إذا كان هناك تغير بفحص الدم نزول بالدم يشعر المريض بالتعب بالإرهاق إذا كان لديه تغير في الخلايا المناعية يكون أرضه أكثر للتهابات وخاصة للتهابات الفيروسية ومنها البكترية ومنها الفطرية وإذا كان هناك هبوط في الصفائح الدموية يكون هناك أعراض النزيف طبعا يظهر على الجلد حبوب وأعراض نزيف وادحة نعم لكن أود أن ننبه هنا إن ممكن المريض يشخص بسرطان دم حاد ولا يوجد لديه هذه الأعراض يوجد لديه تغيرات تغيرات بفحص الدم وهذا ما يتم عند الأطفال ومن هنا لنسع قضية الأطفال التوجه إلى الطبيب وبين ثم عرضة على طبيب اختصاص الأطفال وحتى طبيب اختصاص أطفال أمراض الدم طيب أنا بس أحابب أذكر الإخوة المشاهدين بأهم الأعراض التي قد تصيب المرضى سرطان الدم أعراض كثيرة جدا لا يعني وجودها مرة تاني بقول أنه يكون بالضرورة الإنسان فيه عنده سرطان دم يعني مثلا إذا حكينا عن هناك كثير من الأعراض الشائعة والمنتشرة مثل الحمى والارتعاد القشعريرة التعب الدائم الوهن العدوى المتكررة عدوى يعني الفيروسات فقد الشهية وانخفاض الوزن قد يكون هناك فيه انتفاق في بعض الغدد اللينفاوية وتضخم في الطحال سهولة النزف أو ظهور كدمات بمجرد أنه بدرب بأي شيء ببلش عنده نزيف تحت الجلد كمان ضيق التنفس خلال النشاط البدني أو عند صعود الدرج ظهور نقط حمراء وبقع على الجلد فرط التعرق وخاصة في ساعات الليل أو جاع أو حساسية بالعظام طبعا نحن نحكي عن مجموعة كبيرة من هذه الأعراض ليس بالضرورة أنه كل واحد يعني لو يجينا فكرنا مع بعض كثير من الأعراض فلوانزة بتعمل هيك طب أنا وان دوري كمواطن دوري أنا أتوجه إلى الطبيب برجع وبأكد فحص دم صغير جدا قد يكون هو بداية التشخيص المبكر لا سمح الله دكتور خالد كيف يتم تشخيص حالات السرطان الدم تشخيص حالات سرطان الدم تبدأ بالحديث مع المريض ومن ثم بالفحص السريري وعمل الفحصات المخبرية نعم هنا فحص الدم وعمل بعض الفحصات الأخرى وظائف الكبد ووظائف الكلا ومن ثم تنتهي إلى عمل خزعة من نخاع العظم لعمل فحصات الكروموسومات اللي بيسموها PCR وفيش ستادي وفحصات الكروموسومات الكاملة لتصنيف والفلوسايتومتري لتصنيف نوع الخلية ممتاز التي بدأ منها ذلك المرأة بس أنا سؤالي إذا عملنا كل الفحصات هاي ولا وكانت نيجاتيف ما فيها أي شي هل بالضرورة ما يكونش مصاب المرأة إذا كانت سالبة طبعا هناك فحص الPCR يوجد لك خلية واحدة بتغير كروموسومي سيئة في عشرة أس ستة خلية فحص دقيق جدا إذا لم يوجد تحت الميكروسكوب لا يوجد خلايا سرطانية ترى بالعين المجردة لا يوجد تغيرات كروموسومية تعمل عينة النخوة ومن ثم تنظر تحت الميكروسكوب لهذا الخلايا نخاع العظم لا يوجد خلايا سيئة وتعمل فحص الفلوسايتومتري الذي يدل بنسبة 97% أن هذه الخلايا خلايا طبيعية ولا سرطانية ولا يوجد أي تغيرات كروموسومية إذن يجب النظر إلى أسباب أخرى لكن في بعض الأحيان يلزمنا عمل أقصائة النخاع لنفي وجود ذلك المرض لأنك إذا أنت تصنف المريض أنه عنده سرطان دم حاد أو ما عنده سرطان دم حاد يعني فرق شاسر طبعا هذا المريض يمر من تجرى ومعينة لكن المريض الثاني يتخبر أنه لا يوجد لديك سرطان دم حاد وهنا قرار مش سهل ومن هنا توجه ضروري جدا عمل كل الفحصات كاملة متكاملة من ضمنها إذن فحصات الكروموسومات حتى ننفي وجود أي تغيرات كروموسومية وأنا هون بنتهز الفرصة وبتوجه بالحديث لكل زملائنا الأطباء والعاملين في الرعاية الصحية الأولية أو في العيادات الفحصات اللي بيحكي عنها الدكتور خالد وكل المشاهدين طبعا اللي بيحكي عنها الدكتور خالد لما المريض قد صار متوجه إلى طبيب الدم بس قبل هيك إذا ما توجهش بشكل سليم المريض إحنا بنكون قد كنا سبب في تأخير التشخيص وقد نشكل خطر على حياة هذا المريض زي مرة تانية بنرجع بنقول بمجرد مراجعة أي مريض إلى طبيب طبيب العائلة طبيب العام طبيب الباطني طبيب الأطفال بمجرد مشاهدة أي تغيرات في فحصات الدم علينا مباشرة بتوجيه المريض إلى طبيب الدم من أجل التشخيص المبكر دكتور خالد حكينا عن التشخيص يعني العلاجات إيش اللي بتعملوه أنت بتقول فيه نقلة نوعية شو اللي بتعملوه اللي يخلى نسبة الشفاء تصل إلى 90% في العالم نعم يعني تحسن طبعا بالأساس التشخيص المبكر أو ارتفاع نعم ارتفاع نسبة الشفاء من سرطان الدم الحاد ميلودي أو لنفاوي طبعا لازم نحكي لك أن اللنفاوي دايما أكتر وخاصة بالأطفال لأن جسم يتحمل العلاجات الكيموية أو العلاجات البروتوكريات الكيموية المكثفة نعم أكثر من المرضى كبار السن لكن مع تطور الحقل الطبي من ناحية تشخيص الأمراض المعدية تشخيص البكتيريا ووجود المضادات الحيوية وتحسن الظروف التي يتم علاج المريض فيها عملية قضية العلاج في غرفة مغلقة منع وجود أي ميكروبات ووجود المضادات الحيوية وجود مضادات الفطريات كل هذا أدى إلى تقليل المضاعفات الناتجة عن نزول المناعة من العلاج ومن ثم نسبة الشفاء لأنك بتحكي عن إذا بنحكي عن سرطان الدم اللينفاوي في هذول المرضى إذا بيخدوا علاجات كيموية أو علاجات بيولوجية يتم نزول المناعة أو لفترة طويلة وهذول المرضى لازم أتعافظ عليهم بمكان نظيف لا يوجد مرضى وفي غرف مغلقة بطريقة معينة وهنا أرجع إلى تحدث إلى الأخ جمال اللي تحدث أن هذول المرضى لازم يكون بغرف مغلقة لكن مش دائما هذول المرضى لازم أنهم يتموا بالغرفة كمان أنا بعرف كطبيب إمتى هذا المريض ممكن أن يطلع من الغرفة ممكن أن يطلع بالقسم يتمشى لأنني ما بقدر أحوش لشهر وشهرين أنا بداخل الغرفة نعم إذن التطور والتحسن في وجود المدادات الحوى ومدادات الفطريات والمكان الذي يعالج فيه المريض أدى إلى تحسن نسبة الشفاء ومن ثم كمان قضية التحسن في قضية التطور في عملية الوجود المطابق لهؤلاء المرضى الذين يحتاجون لزراعة النخاع أدى إلى ارتفاع نسبة الشفاء ومن ثم قضية عمل إياد زراعة النخاع في ظروف ملائمة أدت إلى زيادة نسبة الشفاء لتلك المرة يعني أنا كمان بدي أضيف على اللي بتقوله دكتور هو العامل النفسي العامل النفسي على المساعد رح نشوف فيديو أنا كثير أعجبني وحب أن أعرضه للإخوة المشاهدين إذا في مجالي إخوان تورجونا إياه لما بكون عنا إحنا شايفين دكتور خالد لما بكون في عنا طاقم من التمريض وأنا بتوجه بهذا الحديث إلى الأول إشي المشاهدين عند طفل سواء كان مريض بالسرطان أو ما أشبه ويكون عندنا طاقم من الناس اللي بتعاملوا بالعوامل النفسية بهذه الطريقة بلاش نستغرب بلاش لما نفوت على إبننا ونشوف في التمريض ممرضين بيعملوا هيك نقول الممرضين مش عم بيشتغلوا إنجنوا هذا هو الجانب اللي إحنا بدنا إياه في كل الأمراض مع كل أطفالنا كبار أو صغار طبعا أنا حبيت أجيب هذا الفيديو لأنه أكيد دكتور خالد راح يتطفق معي بأنه العامل النفسي هو عامل مهم جدا لعلاج المرضى بشكل عام وخصوصا مرضى السرطان فإحنا بس المشكلة إنه لما بفوتوا الناس ويشوفوا التمريض هيك بقولك قاعدين برقصوا قاعدين بلعبوا وكمان بنوجه للتمريض ما تخجرون كنت يعملوا اللي بنشوفه لأنه هذا جزء أساسي من العلاج دكتور خالد أنا برأيي وجود المريض بسرطان الدم يحتاج إلى فترة طويلة في داخل القسم ومن هنا يجب توفير جميع الظروف لذلك المريض وخاصة لدى الأطفال ومن هنا بتيجي قضية وجود غرف مخصصة للألعاب بالأقسام التي تتم علاجها لأطفال فيهم ولدينا موجود حاليا في مستشفى بيت جانا هناك غرفة مجهزة للألعاب لدى الأطفال لأن الطفل لازم تعيش حياتها أكينما وجود في البيت وما يمكن أن يكون في البيت بس لازم تخلق لجو لازم يكون جو كمان أفضل لسه بحكم ومريض وحتى وجود أقضية وجود النيت وجود الكمبيوتر وجود اللابتوب أنا أتذكر أيام عملي في مركز الحسين للسرطان وحدة زراعة النخاء كل غرفة مجهزة إبنت ولابتوب كل مريض لديه لابتوب خاص به لأنه حياته أنت تجد شهر وجود داخل غرفة مغلقة أنا حبيت أجيب هذا الفيديو لسببين أول شيء أتوجه للممرضين والممرضات اللي بيشترون أنه هذا هذا هو العلم الحديث هذا هو علم العلاج الحديث كمان في نفس الوقت تخيل لما الناس كمان برضو المشاهدين لما بفوتوا بلقوا يعني كمان تقييم الناس لعمل زملائنا التمريض أحيانا بيكون فيه نوع من السخري لما بفوتوا بيلاقي أنه الممرض أو الممرضة ببرؤس مع الطفل يعتقدوا بأنه عم بضيع بوقته هي عملية الحديث مع الأهل أنا أتحدث كل مرضايا الذين تم عالجتهم بسرطان الدم لحد هم أصدقائي أصدقائي حاليا ليش؟ لأنك أنت تتعامل مع مريض مصاب بسرطان الدم هو يوم يوم يشوفك عماله هو يشوفك أكثر من أهله وسيبقى يراك حتى بعد العلاج وبعد الشفاء صحيح فمن هون تيجي قضية الحديث مع الأهل قضية إقناع الأهل قضية تتحدثهم شو موجود بالعالم ومن ثم تعرض لهم الموقف وأتوقع هناك هناك القبول سيتم القبول من قبل الأهل نعم يعني إحنا حبينا نستوقف بس عند هذا الموضوع لأنه أنا يعني عجبني ذلك نعم لأيته من قبل لا هو جميل لأنه يعكس يعني أديش الإنسانية المفروضة تكون موجودة باتجاه هذه الأطفال هذا ما يقصنا لدى مرضان نعم دكتور خالد لما منحكي عن عملية التشخيص هي عملية يعني في صميم عمل طبيب الدم وأنا متخق معك نعم ولكن زراعة النخاع يعني وين وصلنا فيها وهي أحد العلاجات الرئيسية في هذا الموضوع عملية زراعة النخاع وخاصة زراعة النخاع من قريب أو غير قريب مطابق جينيا في فلسطين ليس لدينا هذه الإمكانيات في الوقت الحالي لكن أتمنى هناك بعض الاستراتيجيات في بعض المركز الطبية في فلسطين لديهم التوجه القوي لإنشاء تلك الوحدات نعم وذلك لعلاج مرضانة في داخل فلسطين وليس عملية تحويلهم إلى داخل إسرائيل أو مستشفات داخل الخط الأخضر أو حتى إلى الخارج لأن أنا دائما بحكيها المريض الذي بلزم عملية زراعة النخاع هو لازم يكون موجود بين أهله فقضية عملية زراعة النخاع بفلسطين نحتاج الكثير لكن أنا أؤكد لك يوجد لدينا أو يوجد بفلسطين بعض المراكز لديها التوجه القوي لإنشاء تلك الوحدات وأتمنى أن يتم ذلك في القريب العاجل حتى يتم علاج مرضانة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة بقضية زراعة النخاع داخل مراكزنا بداخل فلسطين وحتى يبقى المريض بداخل بيتها بداخل بلدها وإن شاء الله يعني في القريب العاجل سيتم تشغيل هذه الوحدات نعم خلينا بس قبل ما نختم لأنه في حدا يتصل معنا من غزة مين إنسام من غزة مساء الخير إنسام من غزة مساء الخير يا أختي سؤالك بشكل سريع لأنه وقتنا انتهى معلش سؤالة بعيدة عن الموضوع شوي بس كون بدي أسأل بالنسبة للحليب الحبوب المدري للحليب للأم المرضع إذا خف الحليب عندها كثير هل منها خطر أو أذى شكرا شكرا لإتصالك يا أختي شكرا لإتصالك يعني هذا سؤال خارج عن الحلقة نعم طيب دكتور خالد نصيحة أخيرة لكل الإخوة المشاهدين نصيحة أخيرة تشخيص هذه الأمراض في الوقت الحالي يوجد لدينا إمكانيات داخل فلسطين يجب التواجه إلى الطبيب مجرد وجود أي أعراض مرضية وحتى المتابعة الدورية من داحية طبيب الأطفال لمرضى الأطفال وأنا بحب أطمن مرضانا بداخل فلسطين نحن أفضل من سابق عهدنا ونتمنى وجود وحدات متطورة ومتخصصة لعلاج مرضى سرطان الدم الحادة بفلسطين وحتى وحدات زراعة النخاع الذاتية وغير الذاتية من قريب أو غير قريب جنيا إن شاء الله قريبا دكتور خالد شكرا جزيلا لكل المعلومات القيمة شكرا لحضورك معنا شكرا لك عزيزي المشاهدين قبل مختم حلقتنا اليوم نرجع بنأكد على أن سرطان الدم أصبح اليوم من الأمراض التي قد قلت خطورتها عن سابق عهدها وذلك نتيجة التطور العلمي الموجود في العالم وكذلك مواكبة فلسطين لهذا التطور وإن كانت الإمكانيات أقل من البلدان اللي حولينا ولكن أعتقد مع وجود خطط مستقبلية لدخول العلاجات المتطورة والمراكز الطبية المتطورة أعتقد أنه سيكون هناك فرصة أكبر لتشخيص مبكر وعلاج مبكر قبل مختم حلقتنا اليوم مرة تانية بتوجه لسيد الرئيس محمود عباس بأنه القرار اللي اتخذ هو قرار صائب وسليم وأتمنى أن يكون هناك تنفيذ فعلي لهذه القرارات لأنه مرضى السرطان هم المرضى الأكثر حاجة للعلاج لأنه قد يصبح الموضوع قصة حياة أو موت إحنا بنتمنى من سياته أنه أن يكون هناك في متابعة حتيثة ومن الدوائر المحيطة فيه لهذا القرار دائما وأبدا أتمنى لكم الصحة والسلامة أنا الدكتور أشفة طاقم العمل معي أشكركم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر